تامر بيختم بقضية الأمر الذي فيه تستفتيان انت شايف ما انتهى إليه كلام كابتن الخطيب وما بدأ به تامر في جزئة علاقة الأهل بالدولة ما أنا قلت لك من الأول أن هذه الأهل مؤسسة وطنية وهي تتصق منذ نشأتها مع الأهداف الكبرى للبلولة في كل مراحلها النادي الأهلي ما من حدث ما من ملمة ألمت بمصر إلا كان النادي الأهلي في قلب الحدث زي ما بقولوا كده شايل القصعة أو شايل الفوط الصفرة في خدمة مصر الكلام اللي بيقوله الأستاذ تامر الناس استشعرته إلا حد أو اتنين حاجة غريبة جدا طلعوا برضو فاجئونا بالتفاكر البازفان دي وفاكر الكلام ده لكن كل الناس وشوفنا الأستاذ شابانا وشوفنا العالم الخارجي كيف استمع إلى الخطاب وما هو أنت بتسدق اللي قدامك ممكن أنا بقولك اللي الحاح يخلق من الشائعة حقيقة ولكن مقدرش أقول خطيب فيه إلحاح ده بيطلع كل فين وفين كل فين وفين اللي ده حكك مثلا عم نقيد بقى أمي يجي ولك النادي بتاع البيانات هو النادي القالي بيطلع بيانات انت اللي بتقول بيان أنا بطلع يا قرار يا خبر أجي أبلغه بشكل راسلي اللي بياخده بقولك بيان من النادي انت اللي بتقول محدش قال في النادي القالي سنقرأ عنكم بيانا من النادي القالي وإن فعله إيه المشكلة في كده ده أنت في حد يوميا قيادة بتطلع تتكلم ما بتتكلمش على نفسها بتتكلم عليك وعلى الكابتن الخطيب طب لماذا ندافع عن الكابتن الخطيب درواشها؟ لا لأنه نعرفين أنه مستهدف عشان يضرب النادي الأهلي وهو مستهدف الأهلي من خلاله من خلاله وهو الحمد لله تصرفاته بتدافع عنه هو ليه بيكسب القضايا لأنه ما يديش فرصة أنه يغلط في حد شكرا